خليني أقرأ لحضراتكم هذا البيان بيان الوزارة الداخلية وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين في مصر حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها مما أصفر عن مقتل سبع ناصر إرهابية عثر بحوزاتهم على ستة بنادق آلية وأربعة سلاح خرطوش وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة كما أصفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة وفي ذات الإطار تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي وباستهدافه عثر على أربعة بنادق آلية وكمية من الذخيرة تم تقنين الإجراءات وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق ده كان بيان وزارة الداخلية تقنين الإجراءات وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق لونيد الخصوص والمترجم لك Lingus سعين الإجراءات والمترجم لك في صفSal